مرحبا يا أبطال أتمنى أن تكونوا بأفضل حال سنتعرف اليوم معا على حرف جديد هل أنتم مستعدون لنستمع لقصته؟ هيا بنا هل تعرفون ما اسم هذا الطفل؟ اسمه كريم كريم ولد مهذب ولطيف وأيضا هو مجتهد في الدراسة رجع من المدرسة وفتح كتابه وكتب واجبه بعد قليل وهو يكتب واجباته شعر بالعطش فأحضر كوب العصير وشرب منه ثم خرج إلى حديقة المنزل لأنه كان يحب كثيرا أن يلعب بالكرة انظروا كم هو جميل وهو يلعب بالكرة ثم ذهب إلى السوق واشترى دمية تعرفون على شكل ماذا؟ كانت هذه الدمية على شكل كلب وهو يمشي في الطريق رأى مجموعة من الرجال الذين يبيعون الخضار فماذا فعل؟ وقف ورأى ماذا لديهم؟ فاشترى كارز وكيوي هل أعجبتكم القصة؟ هيا لنجيب عن أسئلة القصة ماذا كان اسم الولد يا أبطال؟ كان اسمه كريم ماذا فعل كريم عندما عاد من المدرسة؟ فتح كتابه وحل واجبه ماذا شرب عندما شعر بالعطش؟ شرب كوبا من العصير ماذا شرب يا أبطال؟ كوبا من العصير بماذا لعب كريم عندما خرج أمام البيت؟ لعب بالكرة ماذا لعب؟ لعب بالكرة على شكل ماذا كانت اللعبة التي اشتراها كريم؟ كانت اللعبة على شكل كلب على شكل ماذا؟ على شكل كلب أحسنتم يا أبطال ماذا اشترى كريم؟ اشترى كيوي وكرز اشترى كيوي وكرز حياني نتذكر معا الكلمات التي مرت معنا في القصة ب lástal ك كKS كالل ب ك كالل ب ك ككلب ك ك كارز ك ك كارز ك ك ك كتاب ك ك كتاب ك ك كيوي ك ك ك كيوي ما هو الصوت الذي سمعناه في بداية الكلمات يا ترى ما هو هل تتذكرون ككلب كككوب كككورة ما هو الصوت الصوت هو ككككك يا ترى هذا صوت ماذا هذا صوت حرف الكاف أهلا أهلا يا حرف الكاف إذن حرفنا لليوم حرف الكاف ما هو صوته ككك ما اسمه حرف الكاف ما صوته ككك هيا لنرحب بحرف الكاف وننشد نشيد حرف الكاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري لام لحم هيا لنفكر بأشياء ماذا تبدأ بحرف الكاف مثلا اسم ولد كامل كامل يبدأ بحرف الكاف كأس كأس يبدأ بحرف الكاف هيا لنرى معا كيف نكتب حرف الكاف هيا لنرى معا كيف نكتب حرف الكاف نكتبه خط من أعلى إلى أسفل خط على السطر سن صغير ثم الهمزة نصف دائرة وخاط إذن خط من أعلى إلى أسفل خط على السطر سن صغير والهمزة نصف دائرة وخط هيا يا أحبائي لنرى معا كيف نكتب حرف الكاف خط من أعلى إلى أسفل ثم خط على السطر ثم سن صغير ثم الهمزة مرة أخرى خط من أعلى إلى أسفل خط على السطر سن صغير ثم الهمزة خط الأطفال يكتبون خط من أعلى إلى أسفل ثم خط على السطر هكذا من غير السن يجب أن نكتب السن الصغير لا ننساه أبدا وبعضهم يكتبون الهمزة مثل رقم إثنان هكذا أبدا هذا ليس صحيح أبدا أبدا نكتبه خط من أعلى إلى أسفل خط على السطر سن صغير والهمزة نصف دائرة وخط هذا هو الشكل الصحيح هيا لنلعب مع حرف الكاف ودورا هيا لنرى ماذا تريد دورا مننا اليوم تريد منا ماذا؟ شيء نشرف به العصير أو الماء ما هو يا تورا أحبائي ما هو؟ أحسنتم إنه كوب إنه كوب هيا يا تورا ماذا تريدين أيضا؟ نوع من أنواع الفواكه ولونه أحمر لذيذ ما هو يا تورا؟ ما هو يا تورا؟ هيا هيا فكروا رائعون يا أبطال إنه كارز إنه كارز هيا يا تورا ما هو السؤال التالي؟ شيء نقرأ فيه ونكتب عليه كل يوم ما هو؟ نعم نعم أحسنتم إنه كتاب إنه كتاب رائعون حيوان أليف نربيه في حديقة البيت ما هو؟ إنه كلب إنه كلب أحسنتم يا أبطال ماذا أيضا؟ نوع من أنواع الفواكه لونه بني من الخارج ومن الداخل لونه أخضر ما هو يا أحبائي؟ إنه كيوي ما هو؟ كيوي أحسنتم يا أبطال شيء نلعب به في الحديقة له شكل كروي ما هو يا أحبائي؟ إنه ها؟ إنه كورة إنه كورة بارك الله فيكم شكرا لك يا دورا تعرفنا معك اليوم على حرف الكاف شكرا شكرا إذن تعرفنا اليوم على حرف الكاف صوته ك ك ك ك طبعا يجب أن نميز بين حرف الكاف والقاف الكاف صوته رقيق ك ك ك أما القاف صوته قوي ك ك ك هيا لنتذكر كيف نكتب حرف الكاف خط من أعلى إلى أسفل خط على السطر وسن صغير والهمزة نصف دائرة وخط هيا لنتذكر بعض الكلمات التي تبدأ بحرف الكاف ك ك ك ك ك كرز ك ك ك ك كلب ك ك ك كيوي ك ك ك ك كتاب ك ك ك كوب ك ك ك كرة انتظروني يا أحبائي في الدرس القادم لنتعرف على حرف الكاف وكيف يتغير صوته مع الحركات مع السلامة ترجمة نانسي قنقر